أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنى بنت عيسى بند عيج آل خليفاء المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن الاستثمار في الكوادر الوطنية ركيزة أساسية في المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها جلالة الملك المعظم بمتابعة حثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية الحكومية للموارد البشرية الحادية عشر كمتحدث رئيس والتي أقيمت في العاصمة الأماراتية أبو ظبي وأضفت سعادة الدكتورة أن ثقافة التعلم المستمر لمواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في مجال التطور التكنولوجي متطلب أساسي لتطوير الكوادر البشرية وتحقيق الاستثمار الأمثل في قدرتها ومهارتها مشيرة إلى أن النتائج والأهداف المؤسسية لن تتحقق إلا بتعزيز ثقافة العمل ضمن فريق واحد وقالت سعادتها خلال حديثها عن تجربتها القيادية إن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا إيمانها بأن وضوح الأهداف والسعي ضمن فريق واحد هو أساس الوصول للغايات وتحقيق النتائج مضيفة أن القائد خلال مسيرته المؤسسية لابد أن يستثمر في فريق عمله وأن يحرص على مواصلة البناء والتطوير لأن نجاح الفريق المؤسسي هو نجاح للقائد ومؤسسته